بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأشخاص المستلين سيدنا محمد والأهل وصحبه وسلم. اليوم ان شاء الله نبدأ بهيكل الصفة التاسع عام. طبعا منهج الريفير. عشان من الناس اللي بعرفة. اندي منهج الريفير. وليست منهج الريفير. نخلي برنمي. يبقى منهج الريفير. طبعا ان شاء الله ان هذا نتعناول من الاسهل رقم واحد لغاية سبعة ان امكن يعني بحيث ان يكون الفيديو ما يكونش طويل عليكم. فهنحاول بقدر مستطاع. نخلص اكبر قدر مستطاع يعني من الاسهل ان شاء الله. تعال نبدأ مع بعض ونشوف النوعية الاسهل الموجودة معنا بالنسبة للسؤال الاول. بيتكلم عن يعني هزين لي ترجم الجمل الى معادلات. فدي طبعا سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. فشي مسكنا. فهنا بيقول لك يعني two added two. يبقى ازا هنا two يعني اتنين. added يبقى زائد. two three times three three times يعني عميه الضرب. a number m يبقى ضرب m. is same as is same as معناها ايه? equal. يبقى ازا اقوى خلاص اما سيخلص. يبقى اصبحت المعادلة عبر عن كام two plus three m equal 18 او لو انت عايز تكتبك كده three m plus two equal 18 او دي صح او دي صح. فهي مسألة بسيطة جدا يعني اهم حاجة ترجم من كلمات صح. اهم حاجة لترجم من كلمات صح. تم شاف اللي بعدها. بيقولي the product of يبقى هنا عملية ضرب. دي عملية ضرب. of five of five. يبقى five. and خلي بالك. the sum. اول ما يقولي the sum of a number x and the three معناها لازم اضحهم في قوسين كده. يبقى لما يقولي the sum of a quantity of يبقى لازم اعملية ضرب دي خمسة وما ضربة في مين? sum. sum يعني زائد يعني جامع. الاكس مع مين? مع الثلاث. اه يبقى اكس. مع is is معناها يوسائيه. يبقى ايزا هذين هيبارة هيبارة عن مين? اقول له five times x plus three equal twelve. وكده تبقى خلصت المسال. يبقى خلي بالي من هذين الجزئيه. بسيطة جدا يعني ولكن ترجم الكلام صح. تم ستصلي لبعده. بيقولي اكوشاند. كوشاند تعني ناتج القسمة. of twenty four and x. يبقى ها قسم twenty four over mean over x. equals equals equals. fourteen fourteen fourteen. minus. لما يقول لي minus باخده بنفس الترتيب اللي هو عاملهم كده. يبقى خلي بالي بقول لي minus fourteen minus باخده بنفس الترتيب. يبقى minus two times يبقى two مضربة في مين? في ال اكس وكدوبها المسايا خلصت. هذي بالاسم المين للمعادلة اللي موجد عنده. طيب المعادلة اللي بعدها بيقولك nine times a number y. يبقى هنا على تسعة هاضربها في مين? في العادلة اللي اسم هو? subtracted from. خلي بالك مطروحة من. اول ما لاقي كلمة subtracted from. يبقى باعكس الاتجاهات بتاعتي ازاي? يعني يعني انا دي مكتوبة في الاخر. لا باكتبها كده انا اقول five fifty eighty five minus. يبقى خلي بالي كلمة subtracted from. بعد ما ترجمها انا عندي الجزء الاول تسعة y. وبعدها ناقص وكده خمسة وتمانين. بس لما اجي اكتبها اكتب خمسة وتمانين ناقص تسعة واي. لانا بقول انا اطرح تسعة واي من الخمسة وتمانين. يعني زي ما اقولها اخد منك عشرة درهم مسلا. يبقى خلي بالي. يبقى از. يبقى از. معناها بالعائلة بالرياضيات. معناها يسعى. seven times the sum. seven times. يبقى seven times. زي اول ما يقولي زي اصم. of four and why. يبقى خلي بالي زي اصم. معناها اعمل قوس. يبقى اياه. هصها اجمع الفور مع الواي. يبقى اربعة مع مين. ولكن هاضربها افكام كمان في سبعة. وبالتالي يبقى seven times four plus مين plus y. وكده كتبنا المعادلة. فزي ما انت شايف المسألة بسيطة ولكن افهم الكلام المكتوب كويس. عشان تقدر تحيل لها صح. هده بالنسبة مين? بالنسبة لهذا السؤال. سؤال تاني هنا اجيب لي مسألة كبيرة طبعا ضخمة شوية. فبيقولي ليلي هاز وقت تو معيز. يبقى هي اه مشيت اتنين ميل. خلاص مشيتهم. هي مشيت كده اتنين ميل. طيب. هي المفروضة عايزة تمشي كم كيلو كلهم. هيكل الهدف بتاعها انها تمشي ستة ستة ميلز. سيكس ميلز. ليلي بلان زي توريد. هي هلقول باي ووكينج. هي هتمشي ثري ميلز بر اور. يعني كل ساعة كل ساعة كل واحد ساعة هتمشي كاملنا ثري ميلز. يبقى اذا هي مشيت الاول اتنين. يبقى زي ساعة اتنين. طبعا كده ثري ميلز بر اور يعني ثري هاضربها في عدد الساعة. ما هي لو مشيت ثلاثة ميل في الساعة. يبقى الساعة الثلاثانية تمشي ثلاثة ميل. يبقى في الساعة دي مشيت كام ستة وكزا. طبعا. يبقى اذا المفروضة الاجبالي كله كام. يبقى هي عائل هدف بتاعها كام ستة ميل. يبقى لازم توصل لستة ميل. يبقى اذا كانت مشيت من الاول اتنين ميل. ما تبقى منها عايزة تمشي كل ساعة حوالي خوالي 3 ميلز في الساعة. فيا ترى الاجمال يبقى كان او معدى شكلها ازاي يبقى تو. ان انا مشيت من اول. زا. ثري ميلز. ايه ايه؟ في ايه ايه اوعب? يبقى دايما. طبعا ما يقولها ايه 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 كزا. يبقى هضرب دي في ايه في الرمز اللي بعدين. يبقى يسوي كام ستة. السؤال اللي بعد. بيقول ابولينا. هي خلصت خلاص. هي حلت 24 مساءات رياضيات يبقى 24. طيب يبقى فيه جزء بقى متبقي. she was assigned for homework. she planned to finish homework by completing nine math problem per each hour. يبقى اقول له زائد تسع مسائل او تسع تمارين لكل ساعة. المفروض دي سوي كلام عدد او الاجمال بتاع عدد ده مساء الرياضيات عندنا يبقى 42. يبقى افهم الكلام كويس هتلاقي مساء بسيطة وسهل. السؤال اللي بعده? بيقول لي ايه? about what sport they play? some play basketball. يبقى فيه بعضهم بعض الطلاب دولت مسلا او بعض الشباب اللي اعملوا survey دولت بيلعوا basketball. of this play basketball. يبقى ايه? 48 play baseball. يبقى فيه 48 بيلعبوا baseball. يبقى نعرف نعمهم. يبقى فيه 48. طب. and the remaining. the remaining عن الباغة من المية وسبعة ده. the remaining of 33 don't play baseball. يبقى ازا في تمانية واربعين بيلعبوا بيسبول في تلاتة وتلاتية ما بيلعبوش يا البيسبول طب كم واحد آآ باسكتبول يبقى انا عندي عارفنا التمانية واربعين هضيف عليهم التلاتة وتلاتية اللي انا عارفين هم دوات بيلعب بيسبول وتاني ما بيلعوش بيسبول طب من مية وسبعة باقي كام عندنا مسلا تعالا نخلي مسلا الان نعلمها ازا كلمة number of او ممكن اعملها في اي رمز تاني طالما هو مش يعطينا رموز يعني يعني ممكن اكتبها اكس عادي يبقى الكلام دي بيسوي كام او ممكن اكتبها كثيرا ثمانية واربعين زاد ثلاثة وتلاتين اي رمز ما فيش مشاكل اكس ايكوال سبن عادي هادي بالنسبة مين بالنسبة له للسؤال السؤال اللي بعده فهم يقول لي يا كارز ان دي تراكز ار زا موست بيبولار فيشين لاست يال زا نمبر اوف كارز سولد ووز يبقى دي عدد مين عدد الكارز مور زان خلي بقى لك مور زان مور زان يعني يا زاي يبقى زا نمبر اوف كارز سولد يعني ممكن اسميها هي الطي طيب كام كار عندنا اه ميتين وستاشر الف يبقى الكلام دي ايكوال هادي بالنسبة مين السؤال خلص المسر وهنا بالصدفة هو عاملها بيقول لي استخدم الطي احنا عملناها الطي لان كلمة تراك انا على السلسة خدتها ان كلمة تراك هادي بالنسبة مين المعادلة فالمعادلة السهلة وبسيطة يا جماعة فاقلب لكم منها وسائل يعني ان شاء الله هتلاقوها ابسط مما تدخيلوا بس نتدرب عليها مرة واثنين وتلاتة ونحل عليها الامس لها عن البتاعتنا تعالي بما نشوف حقيقة تاني نيجي مجال ليه باجي السؤال رقم واحد او السؤال الاول عندنا بيقول لي ايه افهم الكلام توايس ايه توايس عن اتنين ضابل على اتنين يبقى يخلي بالا يبقى توايس ايه لما يقول لي انكرييز دي بقى يبقى معنىها اضافة ازودنا عليها باي كيوب اوف ايه كيوب اوف ايه يعني ايه ايه باور ثري كيوب اوف ايه معنى ايه باور ثري يعني ايه قسو الثلاثة ايه دايقوال ايقوال ايقوال مين بي خلاص طيب سيفن اللي بقى لك سيفن يعني سبعة. لس زان اول ما يلقوا يقول لي لس زان زى صم كزا هاتها من وراء القدام. يبقى هبدأ الصم. الصم يعني ايه? يبقى هاو اعمل قوس كده. بي ان تي بي بلس تي. سيفن لس زى صم. يبقى اه اجل من دي بسبعة. يبقى اذا ناقص سبعة. يساوي. عبارة عن مين? از? از ايه? مطش از. مطش از معناها اي يعني ايه? يساوي. يبقى يساوي كلام ستة. السؤال اللي بعد بقول لي ايه? زى صم اف. يبقى لما يقول لي زى صم اف. معناها قوس. اكس. اكس. ااند. اتس سكوير. اتس سكوير يعني مربعها. مربع الاكس. يبقى اكس سكوير. از ايكوال تو. از ايكوال تو. خلاص يبقى الاخواز دي ماناش لازم عندي. طبعا ما فيش حياء اضافية. يبقى از ايكوال تو. واي تايم. از انا عمية ضرب. يبقى اذا اقول له مسلا. واي ضرب مين زد. وبالتالي ممكن نكتبه بهذا الشكل. اكس سكوير بلس اكس ايكوال واي زد. طب سؤالي بعده. فور تايمز. فور تايمز. يعني الفور احنا قلنا عارفين عن اربع. تايمز يعني عمية ضرب. ازا صم اف يبقى خلي بالي اربعة مضروبة في صم اف يبقى قوسيان. لما لاجي كلمة صم اف احنا. لما لاجي كلمة صم اف او يبقى لازم اكتب قوسيان. وبالتالي اف اند جي يبقى هج مع الاف مع الجي. ايه الكم ده بيقول از. يعني يساوي. تو سكس تايمز جي. يبقى ستة ايه ستة جي. طب اللي بعدها. ايه. يبقى ايه. يبقى ايه. المساح. اف اسكوير. خلي بالك اف اسكوير. ده مش معناها مربع. معناها تربية. يعني ده بيقول لك مساحة المربع. يبقى دي ترجمتها ياه. مساحة المربع. يبقى غاية هنا كده احنا. از يعني يساوي. يبقى كلمة از يعني يساوي. The length of. الصيد L2. L2 ده معناها الل تربية. يبقى اذن اللي ياه. التربية بها الشيء. طب التاني. the parameter of triangle. يبقى ده كله اسمه ياه. محيط المستطيل يبقى المحيط المثالث يعني يسعى يعني يسعى يعني هجمع اضلاع والا والب والسي يبقى اي بلاس بي بلاس مي بلاس سي وكده بخلصنا السؤال هذي بالنسبة من السؤال الاول عم يترجم من حروف يعني من انجليش الى رياضة او ماث يبقى هي فقط افهم الكلمات الموجودة عندها هتلاقي المسألة السهلة وبسيطة نجي للسؤال الثانية السؤال الثانية في مسألة كتيرة حواليا اربعة وخمسين مسألة فمنش هنجد نحلم كل مشابها هناخد نوعيات من كل صفحة شاشة تتظهر معنا ناخد مسألة او مسألتين وانت عليك تطبق في البال فدي مسألة مشاكل فيها يعني فانا مثلا ازاي احل مسألة ايها وهديك طريقة بالالحاسب لانا السؤال عندنا يبقى اذا الملطبط شويس فمكن يحله بالالحاسب طب احل ازاي يبقى اول حالي انا اد ناين يبقى ايه دايما بعمل عملية عكسية مينس ناين يبقى اد ناين تو ايتش صايد وبالتالي عندنا الفي ايكول فورتين بلس اه ناين ايقوال تونتي ثري. والمساء خلص. ادي الاسل. طب وهنا نفس الكلام. اد تونتي تون. يبقى احصه على تي ايقوال. طبعا سكس. يبقى وان هندرد ايه سكستين. فالمساء سهلة جدا ما فاشه مشاه. طيب نيجرف سكستوان. يبقى نيجرف سكستوان. ايقوال دي. خلي بالك مع نيجرف. يبقى نيجرف اي تين. يبقى هنا محتاجة اه اد اي تين فور اي تشي صين. وبالتالي دي لانها كنسل اي تين مع نيجرف اي تين. وهنا تبقى ثلاث ودي خمسة نقص واحد يبقى اربعة يبقى 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 ماينس فورتي ايه فورتي تري اهلية دي. طب و ايه اللي تحت طبعا الخلاص اللي رقم اربعة سبقى لكها تدريب. طبعا خمسة رقم اربعة خمسة وستة زي بقى. يبقى انه كل اللي بقى عملوه فيه معامل هنا معين مع الايه? يبقى ديفايد باي نيجرف فور. ديفايد باي نيجرف فور يعني ايه? ايقول فورتي ايه? ديفايد باي نيجرف فور ايقول نيجرف تول. طب والتانية. ديفايد باي تولف. يبقى اذا. تي ايقول نيجرف ايه ايبن. هذي بالنسبة امين؟ بالنسبة للاسأة. طب انا معايي الحاسب أكبر أحل بيها؟ أه أكبر أحل بيها. تعاني شوف نحلها ازاي بسلام الحاسب. خلي بالك الحاسب لا يفعل حرف الـ X اللي ينفع معنا بس. فبعمل ايه؟ الـ V هكتبها X فبضغط على مفتاح ألفا. وفي مفتاح القوة ستلاقي عليها X باللون الأحمر. يبقى X. مينس 9. أكتب الـ 9 عادي. بأكده اليساء دي منفعش أكتب اليساء اللي تحت. ولكن عندنا فيها ألفا مفتاح ألفا. وهضغط مع مفتاح الـ CALC اللي هتلاقي عليها SHIFT CALC. هتظهر كلمة صلبه في الـ X. يبقى هضغط على مفتاح يساوي. حصلتها 23. طيب المسألة رقم مثلا ثلاثة. يبقى هعمل نفس الكلام. أنا عندي الـ 61. أعمل الـ 61. بهذا الشكل. نتأكد من الشاشة فاضية. وباكده على مفتاح يساوي بضغط على الـ ALFA CALC. وباكده دي هكتبها طبعا X اللي هي ALFA والقوص. زائد وافتح قوص سالب كلمة 18. وهضغط على SHIFT CALC. وهقول له يساوي. احصى على سالب 3-40. دي لو معاك الـ ALA حاسبة القديمة. الـ ALA حاسبة الجديدة هتبقى بهانزل منظر. تعال حلي كده بسأل عليها. فمسلا عايزة حلي رقم 6 16 مثلا او 6. يبقى هكتبت 12T اللي هي الـ X طبعا. الـ X اللي هي المفتاح خاص بها الـ ALA حاسبة الجديدة. هضغط على ALFA CALC برضو عشان هكتب يساوي. باكده . هضغط على SHIFT CALC. هايقول له هنا مفيش كلمة SOLVE في الـ X اللي هي القديمة. ولكن هالعمل لك موقف. ده ساطر رأي لونه اسود. اضغط يساوي. احصى على مين. بيقول X equal negative 11. ادي السؤال بتاعك. يبقى سواء القديمة جديدة او القديمة ممكن نحل بها المسادي. تعال بقى نشوف سؤالي اه. اسألة تانية. بس اخلي بالي من اشارات. فانت لو استخدمت القديمة تبقى امورك طيبة. فهنا مع مسلا 18. negative مع negative positive F equal 90F. يبقى minus 18 هنا. ويبقى subtract 18 from each side. وبالتالي F equal طبعا دي 11 نقص ثلاثة تمانية او ثلاثة ثمانية نقص واحد كام سبع. يبقى ثلاثة وكلام ثلاثة وسبعين. هذي بالنسبة من؟ بالنسبة السؤال. طب الثانية نفس الكلام negative 16 هتتحول الى positive T equal negative 45. طب بقى كده هنعمل add 16 to each side. وبالتالي T equal طبعا دي 15 نقص ثلاثة وتسعة. بقى الثلاثة يبقى كامية اثنين ويقى اشارتها 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 سال. طبعا انت عملها بالحسبة. الحسبات ازي كده اطلحوا الجمع. او اكتبع كلها بالحسبة طبعا. طيب لما ألاقي حاجة ازي كده. هنضرب في مقام ثلاثة. يبقى هضرب هنا الثلاثة. وهضرب منها في كام؟ يبقى 3 times 1 over 3 V equal negative 5 times 10 times 3. طبعا دي 15 يبقى ازي ال V equal negative 15. والباقي زي هي بالظبط. طب رقم 12 خلي بالك. انا عندي هنا خمسة دي خمسة. فلما المقامي سوى المقامي ما هنومش لازمة معنا. يبقى اقدر اقول له كده بكل بساطة. ان انا عندي سئة negative K negative K equal 7. طب هضرب فيه multiply by negative 1. يبقى ازي ال K equal negative negative 0. هذي بالنسبة السؤال. نفس الكلام رقم 10. نفس رقم 12 هي هي نفس الطريقة. فهيسيبها لك بالتدريب. تعال بقى نشوف سؤال تاني ونشوف. هنا ما زلنا برضه من نفس الكلام. تعال ناخد مسألة فيها ايه كسوف. فمسألة عندنا عندي انا positive two over five. يبقى هنعمل كده. three over four اطرح two over five equal w plus two over five. هنطرح two over five. يبقى ازا في هذه الحالة هذه تcancel مع بعض. طب الجزء التاني لابد من توحيد المقامات. يبقى ازا four times five equal twenty. وهنعمل المقصة او نعمل ايه اللي هو cross multiplication بهذا الشكل. يبقى اضربت الاثنين مع بعضها. يبقى هضرب اس ابدأ من يسا. three times five equal fifteen. minus four times two equal eight. الكلام ده بيساوي مين? يساوي W. وبالتالي W بيساوي. fifteen minus eight equal seven. يبقى seven over over twenty. هادا هو الحل الصحيح بداني. طيب بالالحاسبة او استاذ عادي بنحلها بالالحاسبة وبصي معي بالالحاسبة. نكتبها ازاي? ويفتح الكسور الاول. بقى three over four. sorry. three over four. اتحرك مين? هاضغط على الفا كلك عشان اكتب علامته يساوي. والدبلو هاكتبها اكس عادي. plus مين? اللي هي two over مين? over five. هاضغط على شفتي كلك. اضغط يساوي. احصل على مين? خمسة وثانية من مين. هادقول لي خمسة وثانية من مين. هادقول لي خمسة وثانية جميلة. عاد اكسم سبعة على عشرين كان. لو انا كسامتي سبعة على عشرين. وضغطت يساوي. وضغطت اي سيدي خمسة وثانية من مين. يبقى هي نفسك النتيجة صح. مية في مين. نفس الكلام المسألة اللي بعديها نفس الكلام. يبقى ازا في هذه الحالة لو انا حبيت احل رقم اربعة عشر. يبقى هنا هنعمل add one half. add one half. يبقى ازا ال negative one half مع مزد one half هيضغط مع بعض. يبقى ايه تساوي? يبقى اصبح عندنا five over eight plus one over two. طبعا هنا ممكن multiply by four multiply by four عشان واحد المقامات. فاصبحت المقامات مدة شابهة اخذ منهم واحد. وخمسة زي ازا الاربعة لاني كام تسعة. هي دي قيمة مين? قيمة الايه المطلوبة مني في السوق. طب لما يكون عندي حية ازا كده ما فيش غير لنا بصله مقام بصله مقام. يبقى اعمل ممكن اعمل ايه? هاخد السبعة دي اضربها هن. او دايما طالما عندك تي جدامها رقم في مقام او تحتها هي. يبقى هاضرب الكل الكام يبقى multiply by seven. يبقى minus T equal seven over fifteen. طب والسالب واحد يبقى اضرب في سالب واحد. يبقى اذن T equal seven over fifteen. طبعا في واحد بيقول يا استاذ طب ما احنا كنا ضربنا الاول من سالب سبعة. صح? مفيش مشافة. يبقى انت كده حلتها في خطر واحد. فممكن اضرب من البداية في سالب سبعة. عشان اخلي السالب تتحول الى ايه? الى اموز. نفس الكلام المسال المتبقية دي يا شباب. انا يبقى اذن دي مقامها كام? واحد. يبقى ازن اوحد المقامات يدوي او احل بالالحاسب عادي. يبقى عندنا تبقى سالب خمسة في واحد بسالب خمسة. زاد فورتين مسلا. يبقى كلام دي بيساوي كام? يبقى قيمة y to south negative nine over mean over seven. هذه بالنسبة من? بالنسبة لهذه النوعين من المسال. واسب لك الباب يتدرب عليها لان النوعات دي بسيطة. هنا سبتراكت nine hundred from inside. وهنا سبتراكت four hundred forty seven from inside. وخلصت المسال. فايزن مسال سال. هنا برضو نفس الكلام ما زلنا في نفس الموقع. يبقى ازن انا مسال عندي هنا رقم تساعة عشر. نفسي عملناها. يبقى هاضرب في negative seven. يبقى يتحوى الى positive C وهنا twenty one times negative seven. يبقى الكلام دي يساوي negative seven وهنا كام 14. طب هنا هنضرب فيه. خلي بالك احنا هنا two over three. فهاضرب في يعني multiple by inversia productive inverse. اللي هو معكوس الضربة. يبقى هاضرب في ثلاثة على اتنين. والاشارة كمان عشان اضيحها بالمرة. يبقى دي معنى هاكام اقول negative three over two. هاضربها في negative two over three v equal negative two times negative three over two. طيب بقى كده يبقى هزه هيختصره مع بعض. سالم negative مع negative two positive. وهذا three times two and two times three يبقى six over six يبقى بواحد. يبقى اذا الناتج عندنا هنا v. طب negative مع negative positive. طيب لان انا قسمت الاثنين وعشرين على واحد. على اثنين يبقى 11. يبقى eleven times three equal thirty three. وبالتالي المساة خلص. يبقى هذي هذي القيمة طبعا هنا. الاكس هنا عبارة عن مين? ثري. فطبعا نفس الكلام الباقي. يبقى هي هي نفس الطريقة. يبقى ازا المساة دي ما فيهاش اي مشكلة طالما انت اتدربت عليها. ويريدت اتدرب عليها اكتير. يعني مسلا هنا اضرب هنا فاربعة وهاضرب هنا فاربعة المساة خلصت. يبقى c equal negative nine over eight times mean times four. وبالتالي هيتبقى negative nine over mean over two. يعني ممكن نعملك الاسالب او negative four point mean five. فايزا المساة السهلة. وانا قلت لك كمان طريقة الاحاس بممكن تحلها. ازاي طلب المساة اياها اختيار من متعدد. اسألة تانية زي ما هي? لانا زي ما قلت لك السؤال ده فيه اربعة وخمسين مسألة بحددها. ولكن كلهم مشامها بعض. تعال ناخد مسألة تانية. فلو انا قلت مسألة هنا. يبقى هنطرح thirty four. وهنا سابت راكت thirty four. يبقى قيمت البيتوس او كام? يبقى عندنا four. وبقى عندنا six. يبقى خلصت المسألة بتاعتي. طب التانية خلي يبقى لك هنا بوزيتب مع نجف. يبقى y negative ten equal six. يبقى هعمل ايه? add ten to each side. وبالتالي قيمة الواي بيساو كام سكستين. طيب انا عايز ااخد مسألة رقم تلاتين. يبقى هنا add thirty two to each side. يبقى ازا y equal. ادت الكنسة مع بعض. يبقى عبارة عن مين? positive thirty one. خلص. يبقى ازا المسألة سهلة وبسيطة انت اه الباج دي شبه اللي احنا حلناها بالزبط فانت اتدرب عليه عشان بس ما نطولش عليك الفيديو وتملي معانا. تعال نشوف معه. اه اخر. بلسة باجي باجين اه مجموعة اهم. فهحل كمان معك واحدة. يبقى عندنا اكس. نجر مع نجف يدينا positive seventy four equal negative two. طيب بالنسبة لها يبقى اه سبت راكت seventy four from each side بهذا الشكل. سوري seventy five مش forty seven. وبالتالي اقول له اكس equal negative هده بقى اه سكس نايم. هده بالنسبة مين? بالنسبة للسؤال. طيب التانية. four negative مع نجف يدينا positive اتش equal 68. طيب الاربعة يبقى سبت راكت four from each side تمام يبقى اتش واحد تاني سامعه بيقول لي الاستاذ ما فيه طريقة احسن من كده اقول له اهيه وتفضل. اقول له ايه. ننجل دي باشارة مخالفة. بس بعد ما نشوفه نتأكد من الاشارات. يبقى عندنا واي مينس ten equal six. يقول هنجل دي باشارة مخالفة ماشي. يبقى ايزا واي تساة وستة. هنجل السلب عشر ببوزة بتن عادي. يبقى ايزا نساة وستة شرع او سيستين عادي. صح? ايه? ده كل الطريق صح. المهم ان هي اني ننفذ خطواتنا بطريقة مزبوطة. طب التانية جدا بقى. عشان هنا. مع منس سيفنتين equal thirty six. طب انا عايز احلها بالطريقة التانية اه ارحل دي باشارة مخالفة. هي يبقى عبارة عن سيفنتين. يبقى عبارة عن تسعة. وبعد كده عندنا يبقى تساعتاش هاده بالنسبة مين بالنسبة السؤال نفس الكلام هنا لو قلنا 47 equal w plus 8 يبقى w عبارة مين هننقل التمانية باشارة مخالفة وبالتالي 47 minus 100 minus 8 وبالتالي ال w هتساوي 39 هاده بالنسبة مين بالنسبة يبقى ازا باجي ما باجي هو نفس الطريقة هي نفسة مغير الاقام مغير الحرف وخصصها يبقى ازا لو ادربت وحالتهم صح كلهم هادmann هذا السؤال في الامتحاد اخر مجموعة اساله ها من هذا هو هو السؤال رقمية السؤال رقم اثنين يبقى احل منه واحد يعانا مسلا هادرة هادرة هنا اسابة節目 ما بتبلغها باي سكستين وهنا ما بتبلغها يبقى يبقى ازا قيمة الا Ay تساوي طبعا 9 في 6 باربعة وخمسي يبقى ازا مية اربعة واربعين طبو التالي ما هي رقم 79 زيها طيب رقم واحدة وخمسي مثلها برضو طيب رقم اربعة وخمسس مثلها. يبقى هضرب هنا في نيجريف سيكس. وهضرب هنا في نيجريف سيكس. يبقى عبارة عن نيجريف سيكس ايت ون تساوي ان خلصة المسألة. فازن مسائل كلها شباب شباب بعض. يعني اربعة وخمسة مسألة. مفهمش اي مشاكل وسهلات جدا. بس يتدرب عليهم صح. يعني مسأل هنا ممكن يكون ديفايد باي نيجريف سيبن. يبقى ازن تي ايكول نيجريف سيبن. لان طيب هنا هاقسم على تمنتاش وشوف النتجة كان في المسألة في الاحاة. هنا اقسم على اتناش وهنا نفسي كلا. طيب هنا طيب يبقى ازن طيب هنا يبقى ازن خلاص حفظناها. يبقى ازن دي ايكول مين سيبن لان عندي مينس مع مينس دي البوزيك. هذه بالنسبة مين للسؤال? وطبعا انت حلي باقي الاسر للحالة. دي كده خلصنا السؤالية الثاني من الحالة. نجي للسؤال الثالث بيقولها. عايزين نحل معادلات باستخدام خاصيتها التوزيع. طبعا هنا في في جزء منهم مش مهفوش خاصية التوزيع الحالة ولكن احنا نحله ازن. هنا في طريقة سريعة وطريقة اللي احنا لو حبينا نحل بها زي الكتاب. الطريقة السريعة طبعا عشان انا عندي ملطبة شويس فعايدك تحل بطريقة السريعة. ازاي? انا لما هنقل من طرف لطرف اغير ريشار. يبقى هقوله سيفنتي سيفن سي. طب دي موجة نيجدف فور سي تروح بكام بوزيتف فور سي ايقوال. سيفنتي ايه? طب هنا بوزيتف تولب يبقى تروح بيه بنيجدف تولب. وكده هتبقى المسأة اسرع معك. وبالتالي هيبقى 11 سي ايقوال. طبعا لما اطرح دي سي اصبح اي. ايه ايه? ايه? ايو ايه? ت arriv fucking quick quick هاته بالنسبة للسحون. قطtam ils слова. ماذا انا انا عايد احلى بطريقة الكتاب ايه? تعالي احلى بطريقة الكتاب. يبقى انا عندي هنا 9 x و2 x يبقى اعمل الاول. بنقرب او 그것. يبقى اصبح عندنا المياهku سيفن اكس مينوس فور. ايقوال ثري. لاننا نحن طالب الناس بطرق اي بقى خلاص. طب ليه نرجع نعملية تانية. لسه عايز اسئل الاسئلة الاربع يبقى. دي طريقة الكتاب. يبقى ازا سيفن اكس ايكوال سيفن. وبالتالي اكس ايكوال مين ايكوال ون. طب لو انا حلتها بالطريقة اولى صح مية في المية في شيء مشكلة فيه. دي صح ودي صح. تعال حل بالطريقة الاولى يبقى هننجل الام هنا وهننجل الرقم هنا. بس نغير الاشارات. يبقى طب ما انا عندي يبقى تتحوح بوزيتب ايت ام. ايكوال تونتي سيفن. طبعا تروح بكلام بوزيتب ثرتين. لان ده عمليات عكسية. يبقى عندنا هنا ايكوال طبعا دي هتبقى عندنا ايكوال. دي هتبقى عندنا ايكوال مين ايكوال فور. وتبقى المساخلز. هترك الكلام ده المسألة رقم اربعة للتدريب اتدرب عليه. وشوف تطلع مك القيمة كام وكتبها اللي في التعليق تحت. تعال بنا نشوف سؤال تاني. ما زلنا على فكرة في السؤال هنا برضو السؤال الثالث في مجموعة اصلة كتير من واحدة وستاشة عن ستاشة سؤال. من واحدة وعشرين اربعة وعشرين اربعة يعني حوالي عشرين سؤال. فتعال نشوف لما الاقي حية كده لما الاقي هنا بسط ومقام. يساوي بسط ومقام وعايز احل. يبقى عمل خلص بالبردكت. يعني يعني هتضرب كده عاملة زيه عاملة الاكس كده. يبقى هتضرب الاثنين. ملتبلاي باي بي نجد فور ايكوال سيكس تايمز بي بسيكس بي. يبقى هنا في الجزء الاول ده هستخدم مين? يبقى هتضرب هنا كده وهضرب لها. يبقى تو تايمز بي ايكوال تو بي. ماينس تو تايمز فور ايكوال ايكوال سيكس بي. طبعا هنا يفضل احل بطريقة سريعة احسن. عشان انجز يبقى هنقول دي باشارة مخالفة. وهذه تيجي هنا باشارة مخالفة. يعني اه انعاكس الاشارة. يبقى تو بي. ماينس. او ممكن اعمل حركتانة. ممكن اودي الاتنين بينها على ستة بي عادة في المشاعر. يبقى ماينس سيكس بي. ايكوال بوزيتف ايت. يبقى نجد فور بي ايكوال ايك. بقى كده هعمله اقسم على نجد فور. تحصل على قيمة البي بالنجد فور. هادي بالنسبة السورة. طيب انا عايز احلها بالالحاسبة. ممكن احلها بالالحاسبة. عادي. فممكن حين. هضغط مفتاح الكسور. وهكتب اكس مينس فور اوبر سيكس. وهتحرك بالساهم يا مين كده. وهكتب الفا كالك عشان هكتب علامة يساوي. مفتاح الكسور تاني اكس على مين? اكس على اتنين. طبعا هنا ما فيش اكبير في الالحاسبة. وبنطيبة اكس احنا في الالحاسبة. فبضغط على shift to calc. shift calc. وهضغط علامة يساوي. حصلتها سالة باثنين على نفس القيمة اللي انا عملته. طيب نفس الكلام لو انا حبيته احلتها التانية بالالحاسبة عادي. يبقى اذا انا مفتاح الكسورة اقوله ثري اكس بلاس تولف. اتحرك مين بالساهم? اضغط الفا كالك عشان تكتب يساوي. بقى كده فور اكس. فور اكس على مين? على ثلاث. اضغط shift ت competing. يساوي. احصل على كده اتنين واربعة من عشر. طب واتنين واربعة من عشر دي مش هتلاقيها في اه اثنين واربعة من عشر. يبقى يبقى ممكن مش هتلاقيها على معا عشرية. فاو اكس او الفيت ساوي two point four. دي معناها اثنين والاربعة دي معناها اتنين على خمسة. يعني النتيجة تبقى كان مثلا اه اثنين واثنين على خمسة? يعني اتناشر على كام? على خمسة. تعال نحل يا دوي نشوف نحن يطلع معناك ابأ. يبقى اذا نحل يدوي يبقى انا هعمل يبقى عندنا هضربها في ثري في ثري في بلاس طول ايكول سيكس هضربها في مين في اربعة في نفك الاقواس باستخدام خاصية توزيع هضرب مرة الثلاث هنا ومرة الثلاث هنا نفس الكلام ده بقى هنا هنا حية واحدة بس هتضربه مع بعض عاد يبقى عندنا ناين في بلاس ثيرتي سيكس ايكول تونتي فور في طبعا هنا اتلاحظ ان انا عندي هنا ثونتي فور وهنا اتناين خلي الصوير الوحد الكبير احسwell يبقى هودي دي هنا بشرة مخالقة يبقى ثيرتي سيكس ايكول تونتي فور في مينس ناين في يبقى ثيرتي سيكس ايكول هتبقى ففتين في طبعا هنقسم على العدد مع الفي يبقى ديفايد بايفتين يبقى عندنا الفي سوكاب ثيرتي سيكس هوبر مين فيفتين طبعا لو قسمت هنا على ثلاث احصى على اطناشة على مين على خمسة زي ما قلنا من شوية احنا ان احنا النتيجة اللي عندنا اتناشر على مين اتناشر على خمس. هذي بالنسبة مين؟ بالنسبة لهذا الجزء. يبقى ايزا النتيجة عندنا اتناشر على مين على خمس. طيب المسألة التانية ده بجبها ليه جاهز. ما هو عمل الجاهز. يبقى ان كل اللي بعمله. هاستخدم خاصية التوزيع او اليدستربيوتف بروبرت. يبقى multiply by r. multiply by 6. multiply by r. multiply by 4. يبقى عندنا 2 r. e plus 12 equal 4 r plus 16. دايما المتغيرات بصوها كويسة انتو بيها لما تيجي تحل. دي هنا 4 r بالموجب و 2 r بالموجب. يبقى الصغير روح الكبير. طب لو في واحدة سلب وحدة الموجب. السلب تروح للموجب. عشان هنا نخلص المسألة بسرعة. وبالتالي اعمل هاقول له كده طبعا الاتنين r هتجي هنا بشرة مخالفة. والستاشر هتجي هنا بشرة مخالفة. يبقى ازا نحلها بخطوة واحدة عشان ننجلس في الحل. يبقى تبقى عندنا كام 12 minus 16 equal 4 r minus 2 r يبقى اصبع عندنا minus 4 equal positive 2 r divided by 2 نحصو على r equal negative 2. او ممكن تحل بالألاحاس. طبعا دي نفسي كلام. يبقى 6 n plus 30 هتضرب بستهدام distributed properties. نفسي كلام اوه. يبقى equal 3 n plus 48. هات ال n مع ال n والثلاثين مع مع الثلاثين واربعين بس اغير الاشارات. يبقى 6 n minus 3 n equal 48 هتجيب معها مين؟ يبقى نقري 30. يبقى انا 3 n هتطرح 48 minus 30 يبقى انا 18. وبالتالي هقسم على ثلاث divide by 3 او divide اتشي سايد باي 3 يبقى اذا n equal mean equal 6. هادي بالنسبة السؤال. اسألة بسيطة وهي عايزة تدريب فقط وقدامنا وقت عشان نياه الامتحان. فنتدرب فيهم خلال الاسبوع اللي الجيين ان شاء الله. هنتدرب فيهم كويس. واللي عنده اي سؤال عندك عن مجموعة وعندنا على يوتيوب ممكن تكتب تعليق باللي انت عايزه. تعال بقى انا شوف سؤال نفسي كلام اهو. يبقى ازا هنا بس احبه يكبر المسألة شوي. يعني رقم 11 انا مش حل لانها حلنا زيها بالظبط. رقم 9 ورقم 10 ورقم 12 يعني اللي فيهم واحدة يبقى فيهم بس هنحل احنا ما اكتب من واحدة فيهم. فمثلا هنا في قوة يبقى multiply by j multiply by 5 يبقى عندنا اقول له 5g plus 5 times 8 equal minus 7 اللي بالك الساعة دي برا القوة اسمه النشد اخلي بهم يبقى 117 minus g طب عندنا كده 5g plus 40 minus 7 معناها positive 4 40 minus 7 يبقى positive 33 equal 117 minus g بعد كده هنعمل يا هات المتغير جي دي بالسالب ودي بالموجب يبقى السالب يروح للموجب يبقى غير اشارته كمان يبقى عندنا 5g plus g equal 117 وهننقل لها من الثلاثة وثلاثين الطرف الثاني بس بيشرع بيشرع مخالف يبقى أصبع عندك 6g equal طبعا 7 يبقى 4 يبقى 84 اقسم على 6 divide is by 6 وبالتالي j equal طبعا هي بقى عندنا 1 و24 يبقى يكون 4 يبقى هذه قيمة بتاعتنا زي ما انت شايف ممكن انا اخطأت في ارقام زي كده بس انا وعشان ما استضم مش على حازب وحاجة فانت راجع النتائج ولو في اي مشاكل او في اي اخطاء اكتبها في التعليق عادة بفش مشاكل خلاص هذي بالنسبة للسؤال السؤال الثاني اللي بقى كده نفس الكلام ولكن هنحله عشان فيه كسر طيب فهنا بعمل عندنا 12 كما هي minus multiply by x then multiply by 15 distribute property يبقى خلي بالك يبقى 4 over 5x لا خلي بالك minus مع positive يدينا minus 4 over 5 times 15 equal طبعا القواس ديه معمول القواس على الفاضي ما فيش هي حي جنبيه فنكتبه زيبه يبقى مغالقة قواسعة 2 over 5x plus مين plus 6 نبدأ نبسط الموضوع شوي يبقى احنا عندنا 12 minus 4 over 5x minus طبعا هاختصر خمسة معدية يدينا كامس 3 يبقى minus كام minus 12 كلام دي بيساوي 2 over 5x plus 6 طبعا ايه الموجودة عندنا تلاحظ ان انا عندنا negative 12 مع positive 12 خلاص يبقى ديه اضحي تكنسل مع بعض لانها واحدة موجودة واحدة سائل خلاص يبقى اذا ظل معنا مين اه يبقى هنيجي الاتنين x هنجيبها الناحية التانية يبقى نخلي بالك هنا في اشارة negative 4 over 5x minus 2 over 5x equal 6 طبعا في هذه الحالة المقامات متشابعة فهياخد منهم واحد عادي وطالما هم الاتنين بالسالب وبهجمع يبقى negative 4 مع negative 2 يدينا negative 6x equal طبعا هنا طالما عندي negative 6 over 5 هبقى اضرب في المعكوس يبقى اضرب 5 over 6 نفس الاشارة يبقى احصل على x equal فلما هضرب الستة مضروبة في negative 5 over 6 يبقى اذا النتيجة كام يحصل على السالب 5 وهذه هي النتيجة الأخيرة لنا عايز فهي هنا نفس نفس طريقة الحل بتاعت الراقم 9 ولكن هي الكسور ساعد بتغلس معنا شوي طب انا لو انا جاء لملتبت شويس ومعايد الحاسبة القديمة او الجديدة فممكن نعملها كده نقول له 12 ماقص 4 على 5 ونتحرك من نفتح قوس x زائد من زائد 15 الفا كالك حسنا يساوي القوس التالي لو انت خيارة ما كدهوش مجرد لما ما فيش حياة قدامه فهكتب على طول 2 على 5 2 على 5 واتحرك من اكتب ال x اضغط على shift يساوي احصل 5 يبقى انا ممكن الناس لو جات لي في مالتر بيتشوئز خلاص ويصال رقم تات مالتر بيتشوئز فاقدر يحله في ثواب طبعا الباقيين بساط جدا نفهم شيء مشاكل الشاطر فيكم يحل ويكتب في تعليق تح ونشوف مين اكتر واحد يكتب او يحل مسال من لها ترك للتدريب للتدريب جبلية عبارة عن سؤال للتدريب ونشوف اشطر واحد من فيكم هيرد على هذه الاسف تعال بقى نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل مع الزا ما زلنا في السؤال رقم كامل يا شباب تلاتة اللي احنا عندنا الغاية المجموعة الاولى بنوحل 16 طب هل اختلفت هذه الجزئية عن اللي جزئية اللي احنا قاملها كده طبعا لا هي هي نفس الكلام يبقى اذا في هذه الحالة هستخدم عشان اقدر افك الاقواس بعد الشكل يبقى خلي بالك معناها وبالتالي يساوي نفس الكلام هضرب باستخدام وبالتالي هنعمل انا عندي هنا ار وهنا عندي ار فواحدة منهم تروح للتانية هنقول دي هنا وهنقول دي هنا بس بإشارات مخالفة يبقى نقري ب12 R دي نقري ب10 يبقى تروح ب10 R طب عندنا 30 خلي بقى نقري 30 هتيجي هنا دي نقري ب48 تروح بها ب48 minus 12 اطرح بالحاس بلا خايف تغلط minus 12 plus 10 equal minus 2 28 طبعا divide by وبالتالي R تساوي هتبقى 3 من 18 على 2 يبقى 9 يبقى أو ممكن تحلها باستدام الآلة الحاسم هذي بالنسبة للسؤال السؤال الرقم 16 نفسي الكلام هاقول 2x هتبقى minus 5x positive 15 نتائف 5x 5x 3 كيف دي يساوي كام 2x نفسي كلام هادراب دي وهادراب يبقى minus 20 انا عندي 2x minus 5 يبقى اذا minus 3x plus 15 equal 2x minus 20 ممكن واحد يقول هحل بطريقة الكتاب عادية انا عندي negative 3 وهنا بزر 2 يبقى انا هاخلص من negative 3 يبقى add 3x to each صير يبقى احصع على 15 equal 5x minus 20 طيب تانية بنعملها add 22 ايد شي صير يبقى اصبح عندنا كامل نتيجة 35 equal 5x then divide by 5 then we get x equal mean equal 7 sorry equal 7 يبقى احنا عندنا x يسو كامل شباب equal 7 المسائل التانية هسيبها لك للتدريب وشوف اكتر واحد يحل لمسائل مين ويرد على نفي التعليقات تعال بقى تشوف سؤال تاني طبعا السؤال ده يعني هو مشكلة انه فيه كلام كتير ولكن اساسها فيه السطرين اول السطرين دولة تعريف قاعدة معين احنا المقود واخدنا في الهندسة اللي هما supplementary angle supplementary angle supplementary angle معناها زاويتين لازم يكون مجموحهم 180 طب supplementary angle معناهم معناهم زاويتين يكون مجموحهم كام 90 فدي الفكرة بتاعك طيب يبقى هزا هزا التعريف بيديك التعريف عشان لو انت مش عارفه او انت نسيه تبقى انت عرفته يبقى يبقى فيه عندنا زاوية مكملة وزاوية مكتممة فبيقول لك supplementary angle is 10 more than يبقى ساعد يبقى 10 more than complementary twice complementary ما ادي معناها طب supplementary كام والcomblementary كام ما لازم انت لو عرفتها كده خلاص ما سا خلص فانا بترجمها على الحقيقة بسيطة الاول وبقري اشوف هو عايزين طب يقول لي 90 minus x is the complementary angle يبقى complementary angle اللي هي كام 90 يبقى اذا بدل c دي يبقى اثنين في 90 ناقص x زائد العشر طب السبب اللي انت اعطاني كام 180 ناقص x وبالتالي انا عملت معادلة بهذا الشكل طب يقول حل المعادلة يعني حل المعادلة طب ما وي المشكلة احنا عندنا هنا دي زم هي هتطر اضرب دي كام 2 x 90 يبقى عندنا اصبح طب انا عندي هنا يبقى عند مثلا positive positive 100 يبقى خلي بالي هنا 100 اقدر اقصر 100 لان positive و لذلك رحلناها باشينا مخالفة على مرحلتين وممكن كنت اجمع الاول عادي يعني ممكن اعملها كده اقول انا عندي 180 minus x equal 10 10 plus 190 minus 2 x فانا ممكن اعملها اجيب 2 x باشينا مخالفة واجيب 180 باشينا مخالفة يبقى عندنا x plus 2 x دي negative x دي negative 2 x equal 190 plus minus k minus 100 يبقى اصبح عندنا minus 1 x plus 2 x equal x equal mean equal 10 فممكن حل بهذه الطريقة او حل بهذه الطريقة عاد بس المهم اعرف الجزء دي فانا ترجمت على حرفين انا عرفهم يعني سمت supplementary سمت S و complementary عشان اعرف ترجم بعد كده طب هو قال complementary بكذا يبقى شير c 1 بقيمتها 90 x طب supplementary عبارة 100 180 x هذا بالنسبة من لهذا السؤال طب سؤال ثان هنا بالنسبة لجمه بيقول خلي بالك انا بيقول same area طيب same area يبقى لازم اوجد مساحة الاول مساحة التانية طب المثال المساحة بتاعته كام عبارة عن نص طب البي يبقى نص الخط اللي تحت او يبقى تمانية في كام طب يبقى كام نص الثمانية اربعة يبقى انا فكت الاقواص بالمرة يبقى هات استخدم وبالتالي هاكل مساحة مين المثال طب المثال 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 و وبالتالي اللي مسلا اخد انا هكتب الثلاثة في بداية يعني هنفك الاقواص باستخدم مدستربيويتو بربورتي يبقى ثري تايمز اكس ايقوال ثري اكس بلس ثري تايمز سي ايقوال مين ايقوال اي تي طب هو بيقول السم اريا يعني معناها اي 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 يبقى اذا في الحالة دي هتبقى عندنا فور اكس بلس سكستين اي اي اكس بلس مين بلس اي تايم طبعا انا ممكن بطريقة سريعة هنجيب دي بشارة مخالفة هنا وهنجيب دي بشارة مخالفة هنا يبقى اصبع عندنا فور اكس مين اي اكس اي 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 وبالتالي يبقى مساحة المثلثة سويها او 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 عبارة عن سنخلي بقى السؤال دي بعده فيه برضو اشكال تانية ولكن او فيه شكل انت ممكن ما يكونش عارفه اه ده ده المساعة رقم 24 هنا مساحة مستطيلين ولازم بكل اي 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 يبقى لازم اعمل كل حي اي يبقى هقول لها اي واحد كده يساوي ال مساحة مساحة خلي بالك الضلع ده هو جسم ولا جزئين جزء ايه وجزء يبقى هجمحهم يبقى 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 كلام دي بيساوي كام يبقى طب التانية اي 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 يساوي طب ال بكام مضروبة في ال ال يمين ال ولكن هذا المقدار يفضل انك انت تعمل اي 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 فراكشن فتب هم هنا نخلي بانا هضغط على shift ومفتاح الكسور يدينا ثلاث مربعات يبقى لما عندي مي اي 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 الخمستاشر هتحرك همين بكتب ال المريتور اللي هو البسط الثلاث وال المريتور هو مين السبعة اضغط يساوي اعمل هل الوزائي كده ما انت شايفين يبقى مية وتمانية على سبعة يبقى مية وثمانية على سبعة اي نجيب ال هنا بشرة مخالفة او اي وحدة فيها ممكن نجي نوجد ايه هات التسعة هنا يبقى لاني لغ ال اي 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 سبن اك ماينس آآ ماينس كام ماينس ناين اكس. طبعا انا ممكن اطرح هذه الجزئة اللي اللي حاسبه. اقول له كده ان انا عندي آآ عندنا القيمة اللي قدامنا دي. نطرحها ناقص كام تسعة. يسع. طيعتلي خمسة ربعين على سبع. يبقى فورتيفايل. ودي فورتيفايل. يبقى ها اعمل آآ مالتيبلاي باي المعكوس الضرب اللي عندنا. يبقى سبع اوبر مين فورتيفايل. يبقى اقول له سبع. اوبر فورتيفايل. تايمز فورتيفايل. اللي هي الموجود اول. يساوي. طبعا دي خلاصها تضيع يبقى زال ال اكس. وبالتالي قيمة ال اكس يساوي كام? اكنس الخمسة ربعين وخمسة ربعين. يبقى قيمة ال اكس يساوي سبع. طب سؤال ثاني. اه زي ما قلتلك اه. في هنا تربزويد. تربزويد هو عشان انه هو عارف انك انت مش عارف المساحة بتاعته. اعطيك المساحة جاهزها. القاعدة بتاعت المساحة. يبقى ازا في هذه الحالة ها عمل اياه. تعالى نوجد مساحة كل واحد. يبقى المساحة بتاعته التربزويد عبارة عن مين? one half each time is base one plus base two. يساوي. one half. ال H اللي هو مين? الارتفاع اللي هو عامل زي قامده. يبقى اذا one half time is six. طب والتانية. ال base الاولانية اللي تحت يبقى 12. ال base اللي فوق هي اياه اكس. طيب انا one half time is six equal مين? three times twelve plus x. استخدم يبقى ازا three times twelve equal thirty six plus three times x يعطينا three x. يبقى كده المساحة مين? الطب مساحة الركتانجل هيبقى افرارها عن مين? يبقى اطو. ال ال ايكس. تول بكل بساطة كده. انا بشارة مخالف. يبقى 12x-3x وبالتالي يبقى إذا 12-3 equal 9 divide by 9 then we get x equal equal 4 وكده خلصت المسألة مسألة سهلة بس هم حاجة تتدرب عليها تعرف القواعد الخاصة الفرمولة الخاصة بالمساحات طبعا هو في حاجة جديدة عليك فعطيك المساحة بتاعدي طب هارد هاي الدكتانجل لا ما هو أنت عارفه الأكتانجل مساحته ايه طب هارد التريانجل لأنت عارف فعنا في حاجة لنجب أن تكون عارفة طب المساحة مربع الضرع تربية فنخلي بقى كده خلصنا السؤال رقم 3 نجي للسؤال رقم 4 يبقى هنحل هنا معادلات القيمة المطلقة معادلات القيمة المطلقة فتعال نشوف مع بعض يا ترى فيها ايه المقيمة المطلقة ديه هنا جبهالي على هيئة مين على هيئة كلام مكتوب مساء اللفظي فبقى طولرانس is allowance made of imperfection in the manufactured object the manufactured of an oven satisfied temperature tolerance كم كذا يبقى هندي ما أعمل الخطأ يعني يعني ممكن يقول الزيادة أو ناقص يعني المقدار ده this means that the temperature inside the oven will be within 15 degree Fahrenheit of temperature to watch its site rise and serve absolute value فطبعا هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذه الجزيرة نعم هعمل absolute value يسوي هنا علامة نياه؟ علامة ناقص علامة ناقص طيب هنا بيقول لي ان هي زيادة أو ناقصان 500 موجب خمس موجب خمسطاش موجب خمس يبقى هكتب هنا كلام عندنا 15 وهكتب هنا temperature ما أقال ليش هو أعمل خد رقع يعني حرفه معين لل temperature فأنا ممكن أسميه ايه؟ أسميها T طيب هنا الدرجة الأساسية بتاعتنا كلام المفروض تبقى 400 بس يبقى هزا دي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذه ايه؟ الجزئي فنخلبها وبعد ما كتبنا المعادلة هو بيقول ليها يعني هو بيقول لك رائت ايه عند الصلب يبقى لازم أحل في هذه الحالة أعملها عندنا أقول له 2 case عبارة عن positive case أقول T minus 400 equal positive 15 وعندنا T minus 400 equal negative 15 فدي بسميها case 1 ودي case 2 واحدة بالموجب واحدة بالسالب أو بنسميهم negative case وال positive case موجودة عندك يبقى دايما absolute value بتبقى عندنا 2 case negative case و positive case يعني مرة أخذ الجوة absolute يسأل positive نفس الرقم بإشارة موجبة والتانية أخليها إشارة سالم هذا بالنسبة السؤال 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 اللي بعده نفسي كلا فإحنا عندنا آه بيقول لي في 2018 كندينيات candidate and candidate are running for major التي لد homogu التي تقريب التقديناة التي ERE الحقج نhall the ball and acute 进 طبعا هنا بالنسبة للأولى طبعا ما حددناش طبعا الرقم دي هي عبارة عن وهذا الرقم عبارة عن من عبارة عن المينمم عشان انا بعارفين يعني برضو لان هو كان طالب مننا المينمم بتاعة بالنسبة للسؤال التالي طبعا طبعا هنعمل نفسي كلام هنا هنعمل معادلة من اللي هي وباقي نبدأ احلها. وباقي مع بعضنا هنشوف نكتب معادلة ازاي اه هو عايز من النسبة للكنديدة اى. يبع ايضا ابسوليت فيالو اى ناقص ناقص مين. اينا بقولكندد اى مين سواية طوله كواحد تمن والتتاتين في المية تقريبا. فتمن والتاتين في المية مصرطين لهذا الشخص. طب ايبت ايضا هو هنقول كده تميل والتلاتين في المية هنكتب انا هنقول ثمانو وتلاتين فقط كراتي. تساوي طبعا ممكن النسبة تليه زيادة فيها خمسة في المية او اقلل خمسة في المية. يبقى هقول الكلام دي بيسوي كام خمسة. بس مع العلم ان هذه القيام هي قيم ايه نسب ما اوي. طب انا عايز احل المعادلة دي عشان اشوف انا اعلى واقل حاجة. يبقى اعمل يا? يبقى اقوله وبعد كده عندنا اد سواء المعادلة الاولى او المعادلة الثانية هي نفس الخطوة الخطوة يبقى اصبع عندنا ايه تساوي? 5 plus 38 يعبارة عن ايه? 43. يبقى ايزا اعلى نسبة عبارة عن المكسيموم بتاعتنا عبارة عن 43%. يبقى دي عبارة عن مين? طب الميلموم يبقى عندنا الايه تساوي هاد يبقى عندنا 33. يبقى ايزا الميلموم النسبة المقوية بتاعتها هيبارة عن 33%. هاد بالنسبة مين? لهذا السؤال. السؤال اللي بعده وانشاء نتعمل معه الزب. طبعا برضو السؤال ضخم شوية وهو مطلوب في كمان جزئيتين فهنا محلولة وجهزها. فلو انت قرأتها هتلاقي نفسي كلام يعني. فانا نفسي كلام فانا بقول لك مثلا اي سي تي طبعا احد الامتحات الرياضيات طبعا عندنا. فازن عندنا ايه. وبقول لك ايه تست وز. يبقى المين اللي هو المتوسط عبارة عن تسعة عشرين وتسعة من عشر. والستاندرد الفيجن اللي انتحرفهم معهم ان شاء الله لما تكون بروكرة تاخدوهم ان شاء الله ان شاء الله في صف عشر او حد عشر. زي تحسب الستاندرد الفيجن يعني. تعالى يبقى ايه في الحالة دي بيقول لك ايه. 5.3. راية انا. اخلي بالك فيها واحد. واحد. واستاندرد الفيجن. يعني انها خلال مسلا مسافة واحد. ساندرد الفيجن. يعني المسافة خمسة ثاني من عشر ده. فاذا في الحالة دي اقول له. تي ماينس الدرجة ناقص المتوسط تساوي عبارة من الانحراف المعايير اللي عندي. هذا بالنسبة معنا. لو انا عايز احلها ما فيش مشاكل لو عايز احل المعادلة. يبقى اذا ما يقول له تي ماينس توينتي بوينت ناين ايقوال 5.3. وعننا تي ماينس توينتي بوينت ناين ايقوال 5.3. طبعا ندي ايه اصل لي لخلال بالسالب. طب هنا يبقى اا ا ارحل بشعة مخالفة زي ما قلنا اا او تعلمنا في الأسأل اللي فاتت فمش مش مشاكل. فممكن ارحل دي بشعة اه ارحل بشعة مخالف. يبقى عندنا تي وتساوي 5.3 بلس 20.9. وبالتالي يبقى عندنا اتنين. وواحد وخمسة وستة وعشرين. يبقى دي اا اكسبة بتاعتنا تونتيno. طب ويبقى كده التي تساوي يعني كلام دي بيساوي ستة وهي تسعة عشرين يبقى كلام خمستاشر يبقى دي تعتبر المينيمم ودي تعتبر المينين الماكس نشوف الجزء التاني من السؤال هو بدل هنا بدل من هنا بيقولك طب عندي الواحد بس بكام أساسا وهنا الحل بالنسبة للحل طبعا يبقى تو ستاندر دي بالنسبة للجماعة اللي هو الحل بتاع ايه وليس البي الجزء بتاع ايه بس جاتيها في الاخر فهنا نخلي بالنسبة للم يقولي تو ستاندر ديفيجن طب هو ستاندر ديفيجن كان كام الستاندر ديفيجن كان خمسة وتاتة من عشرة فانها اضربها في اثنية بس والبنج زي ما حفظ يبقى ايه دا المعادلة بتاعتي تبقى تي مينوس تونتي مينر بوينت نين ايقول تين بوينت سيكس بقى ايه دا بحل المعادلة زي ما احنا شايفين كده المساء خلص يبقى خلي بالي طالما قال لي تو ستاندر ديفيجن يعني هاضرها بالستاندر ديفيجن في اثنين وبقى تبقى المعادلة باخر طب لو قال لي تي ستاندر ديفيجن يبقى هاضرها في ثلاث وهكذا هذا بالنسبة للسؤال سؤال ثاني برضو ضخمه يعني كلامه كتير ولكن كلفتلك الشرح كله بالانجليزة يبقى ايضا في هذه الحالة برضو نخلي بالنا انه عندنا مثلا عايز مين عايز المجموعة اللي في عمره من سبعة الى ثمانية من سبعة ها 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 لازم تعرف تجرى اللي هي الرسم كويس اللي قدامك البقرة اللي هي البيت شارتر قدامك طب دالت نسبتهم كام خلاص نسبتهم واحد وعشرين طب هو نسبة يعني الخطأ اللي فيها كانت كام تلاف المية خلاص يبقى طلاع ما عرفتها عجيب دي من الرسم وعنده تلاف المية خلاص يبقى دي اكس ناقص الواحد وعشرين هذا يبقى يساوي كام الموجب وبسالب ثلاثة طبعا طلاع ما عملت ابسوليد فبقى اكتب الموجب بس لطا هاحل المعادة دي مرة اخذ مرة بالموجب ومرة بها بالسالب يبقى عرفنا مين عرفنا الماكسموم والمينوم بتاعتي ولكن خلي بالك انه دي عبارة عن ايه انا عندي هنا نسب مقاوية يبقى اذا دي عبارة عن 24% ودي عبارة عن 18% طيب دولت بهذا الشكل طيب هنا بيقول لك ايه اساسا هنا زرار افاوت 40 مليون استيدون يبقى عندنا في الولايات المتاحة الامريكية كان عندهم 40 مليون طب انا دلوقت عايز النسبة دي تمسك كام وده كام فبضرب 24% طبعا 24% دي معناها 24 over 100 equal 0.24 فارح اعمليها هضرب هذه القيمة في الاربعين مليون الموجودة عندي يبقى اذا هضرب 0.24 اضربها في اربعين مليون هطلع ما انا كام 9 مليون وستمائة الف او اقول 9.6 مليون طب النسبة التانية 18% يبقى اذا 18% هضربها في الاربعين مليون هو تعداد او عدد الطلاب الموجود في امريكا هيطلع معنا كام هيطلع معنا 7 مليون ومئتين الف او اكتبها 7.2 مليون بالانجليش انجليش بس المهم نخلي بقى ممكن بدلا ما يقول لك لا يقول لك فانت هتاخد العشرة بدلا فانت هتاخد العشرة لا يقول لك هتلاقي النسبة في الاربعين وهكذا فنخلي بالنا من الجزء لك فممكن الشرط يجيب لك ان اتطوب بالظبط ما هي الرسمة موجودة انا عندي اربع حاجات فممكن اجيب لك اي واحدة فيهم تعال ان شافوا السؤال للبعض عندنا اخر سؤال عندنا في هذا الجزء او السؤال الرابع نفس الكلام يا شباب يعني ما فيش اي مشاكل فيه فانا ما بيتكلم عن وزن هارد ستور سيلز باك اوف روك سولت ذات ار لابلد از وين تيرتي فايب باون طبعا هو الوزن بتاعه خمسة الوزن لما يقول لك وزن يبقى هي المعنى هي ان الزيادة يعني فيها اديها بالظبط بس هنا طبعا على ان شافني كم الكلام حسن وزن ايت ونص طيب فاحنا عندها طبعا بالنسبة ليه الوزن لاتي كان باوند الوزن يبقى ايضا نخلي بالنا ان هنا عندنا كلمة باوند كلمة باوند وكلمة ايه اونس فاتنخلي بالنا منها لازم احول اعمل تحويلها فدايما الوزن بس معناها كان باوند هنا ايه نص باوند لانا سكستين اونس دايما باوند سكستين اونس ايكل وان باوند فاذا في هذه الحالة التمانية مش هنفع اقول عليها مش هنفع هكتبها tiene 8 لانا هنا هيبقى باوند وهنا هيبقى اونس مش هنفع فلازم اكون عارف ان ايت اونس يسعو کب زيرو بويند فايل باوند وبالتالي كلبنا اه بهذا الشكل يبقى اصبحت المعادلة عندي اللي هي معادلة تحتوى على absolute value هذه المعادلات فما فيش ما ينفعش أبدا. يبقى يا للا يجوز أننا هكتب كده مثلا absolute value x minus 35 equal mean 8 لأن دفي عبارة عن بون عبارة عن باونس ودي عبارة عن من وبارة عن الس since then نص عبارة عن مين عبارة عن واحد يبقى ايضا التمانية يبقى نص يبقى لازم اكتب ايه هنا هكتبه كده اقوله زيرو بوينت ايه زيرو بوينت فايا حلنا بقى بالنسبة لكيس واننا نجدف والتالي نجدف حلناها وبدأنا نحل المسألة حصلنا على المكسيمم وحصلنا على مين على المينمم اللي هو طالب منا في السؤال هادي بالنسبة مين يبقى ايضا يعني ما هتقلش عن اربعة وثلاثين ومس باونت ومش هتزيد عن مين عن خمسة وثلاثين وثلاثين ومس باونت ادي بالنسبة ليه البانكس اللي هما معبين تعال ابقى انا شوف سؤالتان او بدأنا احنا في السؤال الخامس يعني اعايز ارسم ده اللي خطيه باستدام التقاطم مع حوار واي فخلي بالكم معا السؤال زي كده طبعا هنا التقاطم اروح الاكس التقاطم مع حوار واي يبقى انا عشان احل يبقى دي اكس ديه مرة اضع الاكس بصفر ومرة اضع الاي بصفر فمعنى كلمة وضعت الاكس بصفر كأن دي اختافت كده يبقى ايضا سبعة ونص سواي يبقى ايضا خلاص يبقى الاي بسبعة خلاص يبقى احنا بعد كده نعملها عايزين نعاون عن اكس بصفر طب الظالمها هنعاون عن اكس بصفر معنها هنعاون عن واي بصفر يعني معنها هذا دي اختاكن يبقى لازم انقول دي باشي رأيها مخالف يبقى اصبح عندنا وال because one point twenty five x equal negative seven five divided by one point twenty five each side باهزا الشكل احصل على مين يبقى ايضا بالقالة الحازبة وقوله كده ان انا عندي negative seven negative seven point five over kame عندنا one point twenty five ايسا احصلها بسلم كمساة بسلم يبقى ايضا بسلم يبقى ايضا فينا النقاط دي انا عندي صفر مع سبعة ونصص الصفر مع سابعة ونص يبقى هنا. وهي صفر بتاع الاكس والسبعة ونص بتاع الواي فوق. طب بالنسبة للاكس بالصفر كانت بكام? الاكس بسلوب ستة يبقى هنا بصفر اه. يبقى هناك هنا وضعت النقطتين كل اللي بعمله هوصل هذه النقاط ببعض كده وتبقى المساة خلصة. هادي هي الطريقة اللي بنحل بها هذا النوع من الاسلة. فطبعا سهلة جدا وما فياش اي مشاكل ان شاء الله. هادي بالنسبة مين? وبكتبه كده هنا. طبعا هو في الامتحان مش هقول لك رسمنا. دي مسلا بمالطوبة شويس فهجيب لك اربع رسمات وقول لك يا ترى المعادلة دي مين تحلها هديك سؤال عليها في الاخر. طيب التالي نفس الكلام. لو انا عوضت عن الان. مسلا اكس ودي ا ودي واي. لو عوضنا عن ال اكس هنا بصفر وهنا بصفر. فمعنى ال اكس بصفر يعني هتختفي دي كده خلاص. يبقى انا هجيب دي بشكل مخالفة. يبقى عنا النيجر ثري ايكول فور واي لاز سكس. تمام? يبقى ازا في حد يعمل ايه? يبقى ازا هننقل دي بشكل مخالفة. يبقى ثري ايكول فور واي. يبقى ازا النيجر في ناين ايكول فور واي. وبالتالي الواي بيساول ناين اوبر فور. يعني تقريبا سالب اتنين وجهة. يبقى ازا النقطة الاولى تبقى عندنا مسلا نجرب. ففين النقطة دي هي? عندنا الصفر مع سالب اتنين وربع. اه صفر مع سالب. طبعا هنا في النص بالضبط كده سالب اتنين ونص. يبقى هنا هزا النقطة بتاعت. بهذا الشيء. طيب لما عاون عن الواي بصفر. لما هنعاون بالواي بصفر يبقى تختفي الواي. يبقى احنا هتختفي دي. يبقى قيمة الواي هتختفي. يبقى هجيب التلاتة بشكل مخالفة. يبقى اصبح عنها 2x.اضseex plus 3. اقل ايه 9. divide by 2 يبقى 9 JI username over 2 يبقى عبارة عن مين? 4.5. يبقى عندنا ايه? عندنا بعد مين؟ مع zero. طيب. 4.5 مع zero فين؟ هذه اللي ايه 4.5. هذه النقطة الثانية الموجودة عندها. ابدأ ارسم هذه النقاط مع بعض كده. اوصله مع بعض بهذا الشكل. طبعا انا حاول نزبطها بس عشان الجهاز اللي برسم عليه بهذا الشكل. ها. وبالتالي عندنا في هذا الطريقة يبعيزا انا كده رسمت مين؟ رسمت المساعدة. هذا كل الاسم. واحد تاني يقولي لا طب انا اعوض على الاكسب واحد واثنين 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 عادي عوض. هذه مساعدة ما لطبت شيء سيحسبك عليها. ولكن هي السؤال جهين على مين على الاكس عند واي انترسيب. ولو انت اتقنت الاكس عند واي انترسيبتها تلقى بسيطة وسهلة لانها ما بتاخدش وقت معاك في الامتحان. فخلي بقى. طيب تعالي نشوف مساعدة ثاني ونتشوف نتعامل مع هزة. هذه سؤال زاني حالا نهولاك وجاهزة. مرة عوضنا بصفر وصفر وعوضنا ورسمنا. يبع هي نفس الكلام. نفس الكلام. نفس الكلام هذا هي السؤال رقم واحد وعشرين. لما انا عوض عن اكس بصفر هنا اكس وحن واي هنا وrados وعال هنا بلى. لما عوض عن اكس بصفر تختفي دي. يبع يقسم اربعتاشر على سبع يبع سبع سبع يبع سبع اتنين. طيب بعد كده. لو انا عوضت عن الاي بصفر يبع تختفي دي. يبع اربعتاشر على اتنين يبع كان عندنا سبع فالنقطة الاولى يا سبع ويبع سبع بثنين مايب صحناه. النقطة يبقى خب دي يبقى اذا 15 على 3 بكام 5. طب لو عوضنا عن الواي بصفر خب الواي ويقول اكس من 15 على 5 بكام 3. يبقى النقطة الاولى صفر وخمسة. صفر وخمسة تبقى فوق هنا كده. والنقطة التانية ثلاثة مع صفر. هذه النقطة الثانية بهذا الشكل. يبقى كل اللي هنعمل وندع هنرسم مين? هنرسم المسألة بهذا الشكل. يبقى احنا كده رسمنا الخط المستقيم اللي عندنا. ويقول المسألة بسيطة جدا. زي ما قلت لك هيجيب لك اربع الرسمات ويقول لك مين في يوم المعادلة اللي عند دي. فطبعا هنا لازم تتقرب عليه. تعال نشان فناخد مسألة على هدواء. سؤال تاني اذا كده نفس الكلام الرسمة المرسومة ولكن الى اكس واي احنا ادعى صفر دي صفر. صفر الاكس يبقى اذا دي ما مش موجودة. يبقى تماني على اتنين يبقى اربعة. طيب صفر الوا يبقى تماني على ستة. تماني على ستة يعني كم نختصرها? تطلع اربعة على مين على ثلاثة. يعني واحد وتلت. فواحد وتلتة عملنا يعني واحد وتلتة من عشر اهل. طب لان انا ما ارتش ارسم ديها. خلاص عوض عن اكس بكام مسلا عوض عن اكس بواحد. فيبقى عندنا واحد يبقى ستة تروح بشان مخلفة تمنى نقص ستة اتنين. اتنين يبقى نقطة واحد وواحد. يبقى نقطة تانية عادة مش مسكن. طب اللي تانية عندنا اكس وعندنا واحد. اعضع بصفر ودي بصفر. لو وضعت اكس بصفر يبقى قسم خمسة على سالب تلاتة. يبقى سالب خمسة على تلاتة. طب لو وضعت الواي بصفر يبقى قسم خمسة على اتنين يعني يبقى خمسة على مين? خمسة. وتحولوا معلمات عشرية وترسم عادي ما فيش اي مشكلة. فتطلع معاك الرسم اللي قدام. او هات نقاط تانية انت غير اللي هي الصفر وصفر. لا ممكن يعود عن اكس بواحد واثنين وتلاتة ونبدأ نجيبها النقاط عليه. سؤال تاني زي كده نفس الكلام. يبقى لو عوضنا مسلا هنعوض هنا الاكس وهي عندها الواي هنا صفر و هنا صفر. فلما عوضنا اكس بصفر يبقى خلاص اختفى. يبقى هنا ثلاث سالب ثلاث. اهم وجود. صفر وثلاث سالب ثلاث. طب لو عوضنا عن الواي بصفر يبقى صفر يساوي واحد على اربع اكس نقل ثلاث. هننقل ثلاث بشارة مخالفة. يبقى واحد على اربع اكس. اضرب في اربع يعني الاكس يساوي كام يساوي اتناشا. موجودة النقطة اتناشر وصفر اهم موجودة عندنا. نفس الكلام ده اينا ده سيبه لك للتدريبية الرسمة مرسوة بس هاتلي قيمة اكس بكام وقيمة واي بكام لما دي تبقى صفر يوصف. يلا كملها واكتملنا في التعليقات. تعالي شوف السؤال تاني نفس الكلام السؤال محلول وكله جاهزة. يبقى ايضا في حال دي بيقول ايه يا ترى المعادلة اللي عندك دي. هل المعادلة دي هي معادلة لينيار? هل المعادلة اه? بيقول ايوة طب ليه عشان انا ممكن اخليها في الصيغة القياسية. فممكن اخلي الاتش والار مع بعض في ناحية اه? ويه العدد في ناحية تانية. كمان عندنا الار مع لهاش اسس. والاتش مع لهاش اسس او فيها جزور. يبقى في هذه الحالة اقدر اقول عليها الينيار فانكشن. يب ايضا ذا اكوشن ها كان بي ريتن الستاندرد فورم. هاير عندنا الاي اللي هو معامل اكس. البي اللي هو معامل الواي. والسي اللي هو الهوية الكنصم او الحد المطلق. هادي بالنسبة للسؤال. طيب عشان اوجد التقاطعات هو بيقول لي السؤال بيقول لك هاتلي ار واتش انترسيبت في اكوشن. فعشان اجيب الار انترسيبت بها نضع الاتش بصف. فاحصو على الار مينس 24.3. عشان اوجد الاتش انترسيبت هنضع الار بصف ونحصن منها على الاتش ايكوال اي تي وان بوين تتو. هادي بالنسبة للسؤال. اما الجزء التاني بيقول لك بعد ما رسمنا. رسمناه. لأ. فانطلع كده بخط الفوق. نروح ناحية الامين كده. نلاقيها فوق مية خمسة. خلي بالك دي انا انا واحد كل مرة بزيد على اربعين. يبقى في نص عشرين يبقى دي مية مية واربعين. طب مية وستين يعني فيها. في نص المسافة هنا يبقى معناها اكدر اقول عليها يا انها دي مية خمسة وستين. مية حمسة وستين. هادي بالنسبة للهذا السؤال. سؤال تالب نفسك كيفية يا شباب. ولكن نخلي بالنا هنا بيقول بك. ام اب توينج كامباني تشارج. يبقى خلي بالنا خلي بقى دي شارج كام. فورتي دولار تو هك اكا. اند. اند يعني عالمي زايد. يبقى هنا عندي 40. ون بوين سبنتي. سبنتي. فور اييتش مايل في ايتش مايل. ولكن هنقول ان الميل مسلا هنسميها هو جالي هنا القوصت واي والميل اكس. يبقى القوص بتاعتنا كاااااااااا. هاد هي المعادلة بتاعت الهن المقطوب تبع. ممكن اخلي دي فالااوة دي فالاوة دي فالاوة مش مشكلة عادة لاننا عمية الجمعة عمية تابدلي. فايزا احنا عملنا المعادة. طب هو عايزي من تاني بيقولك find and y intercept. يبقى عشان اوجد الفايل ال y intercept ال x intercept يبقى ها عوض عن x بصفر. فلو عوضت عن x بصفر يبقى ال y equal one point seven time zero plus forty. وبالتالي قيمة ال y بكام? قيمة ال y باربعين. يبقى النقطة اللي عنها كام صفر مع اربعين. هادي ميزن اسمها مين? لل y intercept. يبقى دي y y intercept. يبقى عشان اوجد ال y intercept هادي على ال x بصفر. طبع عشان نوجد ال x intercept. عشان نوجد ال x intercept عيبارة عن مينة هاقول ال y تسعة او زير. يبقى اصبح زير ويسه one point seven x plus forty. هننجل الاربعين الناحية التانية بايش انا مخالفة. يبقى عندنا one point seven x equal negative forty. يبقى x equal negative forty over one point seven. طبعا دي هتطلع عادة ديها negative. طبعا نحن عندنا هنا المبالغ اللي هاتفحها ما فيش نجرب. لما اقول لك نجرب في 40 دولار. معنا ان انا مسلا اخدت يعني نجلت الحياة بتاعتي وفي نفس الوقت اخدت فلوس منك. يعني مسلا اقول لك تعالى وصلني مسلا دبي. وهتديني كمان عشان اه ميتين ديرها. حلو. والله ممتازة تبقى. ايه رأيكم? فاذا هنا السالب. ولذلك كان لما رسمنا الجزء بتقاطب محر اكس. ان هو يطلع بالسالب مش محتاجينه احنا اساس. فطبعا انت حسبها بالحسبة واكتبها هنا. ولكن ديها مش هتنفع معنا. لان احنا عندنا الاجر الموجودة عندي بالدولار. يعني لازم تكون موجبة. فما فيش تقاطب. ما فيش جزء سالب هنا محر اكس. ما فيش عندنا عدد اميال بالسالب. ما بيقول لك الاكس مايلز. حلو انا يقول مشيت خمسين سالب خمسين ميل. طبعا لا تحقل طبعا. تعال بقى نشوف سؤال الثاني. نفس الكلام او اشوف. فهي نفس الكلام رسمنا الرسمة والجهزة بس ستعال نكتب المعادلة. بيقول لك اليس. الياس. هاز ايتين. دولار تو سبيند. ان بينتس اند بيرتز اوف بارت. يبقى هو عنده 18 دولار هيصرفه في الحفلة ديها. فالتوتل بتاعنا 18. اه. بيقول لي ايه. بينتس كوست تري بير باون. يبقى كل رطلة من دولت. بثلاثة دولار من البيونتس. يبقى هذا. لو انا سميهوها هنا. مسلا عاطنين الاكس يا. الاكس بيونتس. والواي هو عبارة عن مين? خلاص. يبقى ازا البيونتس. البيونتس هي الاكس. يبقى عندنا تلتة. يبقى ازا ثري اكس. بلس. الواي. ولكن تكلفة عبارة عن كامل يبقى ازا تكلفة تكلفة الواحد باتنين. يبقى هذه بالنسبة امن؟ بالنسبة للمعالم. عشان اقدر اوجد الاكس يبقى ايه؟ يبقى ايه يبقى ايه يبقى احد اوجد واي يبقى يبقى لازم اعوض عن ما? اعوض عن الاكس بصفر. يبقى عندنا صفر زائد اتنين ي. بيسوى تمنتاش وبالتالي قيمة الواي بيسوى كام تسنة. طيب عشان اقدر اوجد الاكس انترسيبت. فالاكس انترسيبت عبارة عن مين? نضع الواي يساوي صف. وبالتالي بثري اكس بلس زيرو. هتقول لي ده فيها اتنين. ما احنا عارفين اتنين اي عادة ضربة صفر بصفر. فمش داعا نكتب عنها. ها اقسم طبعا هنا ثلاثة اكس يساوي اتين. وبالتالي هاقسم على ثري. يبقى ايزا اكس يساوي كما عندناها ستة. يبقى التقاطم مع نقطة التقاطم مع محر اكس اللي هي عبارة عن ستة وصفر. ونقطة التقاطم مع محر واي اللي هي صفر وكاب وتسعة. وكده. حطينا النقاط بتاعتنا صفر وتسعة وصفر وستة. ورسمنا وحصلنا هذا النقدار. هادي بالنسبة مين بالنسبة? بيقول لك. يعني اللي يعبر عنه ده. يعني مسلا كان عبارة عن مين? يبقى التقاطع هنا مع محور واي. خلي بالك ان هنا. يبقى نقدر نقول كده الياس. بيقول 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 بي مين? انه معناه الولد اه الياز ده يقدر يشتري تسعة تسعة ارطال من او في الحالة دية هيكون صرف المبلغ كامل بتاعه مش هيقدر يشتري ولا رطل من مين? من طبو تحت. يبقى يقدر يشتري ستة ارطال ادي بالنسبة مين? بالنسبة لهذا جزء. دي بالنسبة للسؤال. بعد كده هندنا سؤال زي ما قلت لك انا مش فايا ان انا هديك سؤال على الصغر يجيلك في المتحال. فهجيلك مسهل زي كده في المتحال يقول لك ممكن يديني رسمة واحدة وديني اربع معادلات فهي نفس الفكر. رسمة واحدة وانت تختار المعادلة. هنا اعطيك المعادلة واختار الرسمة. فبعملها ازاي. اروح اوجد اكس انترسبت. فهضع ال اكس يساو صفر. فلوضعت اكس بصفر هتختفري. يبقى اكسما على ثري. يبقى ازا الواي احصل على منها كام? على على في. يبقى ازا عندنا النقطة الاولى كام? ثري. النقطة الاولى عبارة عن صفر وخمسة. يبقى النقطة الاولى صفر وخمسة. طب فينه النقطة الاولى صفر وخمسة دي اه? فدي هتلاحظ ان هنا صفر وسلم خمسة. يبقى دي غلب. طب دي صفر وكلامه خمسة? تمام. وهنا صفر وخمسة? تمام. ودي صفر وسلم خمسة? اه يبقى ايزا دي غلب. يبقى انا كده اوجدت اه? في حلين هما انا محتر بينهم. اعمل اياه. هنوجد اه الواي انترسبت. يبقى ايزا هضع نجد الـ X intercept يبقى هضع الـ Y يساو صف يبقى لو وضعت الـ Y بصفر يبقى عندنا خمسة X تساو خمستاشر وبالتالي وقسمت على خمسة يديني كام ثلاث وبالتالي النقطة دي عبارة عن مين ثلاثة وزيرو طب النقطة دي ثلاثة وزيرو طب والنقطة دي نجد ثري مع زير يبقى دي غلط وبالتالي الإجابة الصحية اللي عندنا عبارة عن مين هذه الإجابة هي الإجابة الصحيح دي طريقة التعامل مع السؤال وهيجي لك كده السؤال في الامتحة لأنه السؤال مرتبط شويس هذا بالنسبة من؟ بالنسبة لهذا الجزء وكده يكون نهاية درسنا النهاردة وكده يكون وصلنا لنهاية هذا الجزء نلقاكم على خير إن شاء الله في جزء آخر طبعاً احنا ما قدمناش نخلص سؤال الأول للسؤال الخامس عشان أدرك شايف حلقت لك كل حاجة تقريباً عشان تتدرب على صح فإن شاء الله فيديو تاني هنحل فيه من 6 إلى 10 بإذن الله أو إذا قدرنا ناخد من 6 إلى 15 يعني ممكن يكون الهيكل كله أربع أجزاء إن شاء الله مش هيزيد عن أربع أجزاء بإذن الله نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة